صباح الخير عليكم جميعا تعلمونا جميعا أنه في مطلع مهمتي في هذه البلاد أقرى مجلس الأمن الدولي خطة عمل سرنا عليها منذ ذلك الحين وتضمنت خطة العمل التي تبنها مجلس الأمن الدولي في شهر سبتمبر 2017 انعقادا لملتقى وطني ليبي فكرة الملتقى قائمة على ضرورة أن يقول الليبيون كلمتهم وأن يتفقوا معا على خريط الطريق لإخراج بلادهم من حالة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والمالية والتفكك الاجتماعي وهي ما أصيبت به خلال السنوات الماضية هذا الملتقى كنا بالتأكيد نأمل بأن يُعقد قبل الآن إلا أن أحداثا جسام حصلت في البلاد لسيما الاشتباكات التي حصلت في ترابلوس في شهر سبتمبر الماضي جعلتنا نتمهل حتى تكون الأجواء مؤاتية لانعقاده في ظرف مقبول ويسرني اليوم أن أعلمكم بأنه بعد قدر كبير من المشاورات مع الإخوة الليبيين فإنه قد تقرر عقد ذلك الملتقى بين 14 و16 من شهر أبريل أي بعد حوالي ثلاثة أو أربعة أسابيع من الآن سيُعقد الملتقى في مدينة غدامس سيحضره ليبيون لن يكون هناك من وجود غير ليبي داخل الملتقى وهذا أحد مطالب الليبيين سيُعقد على الأرض الليبية وهذا أيضا مطلب جاءنا من الأكثرية الساحقة ممن تشاورنا معهم من الليبيين وستكون مخرجاته ليبيا بمعنى أنها ستكون نتيجة توافق بين الحاضرين حول عدد من الثوابت الوطنية وحول خريط الطريق سياسية للأشهر المقبلة سيستفيد الملتقى من عدد كبير من اللقاءات التحضيرية له هناك أولا عدد من اللقاءات التي جرت في البلاد غربا وشرقا شمالا وجنوبا خلال الربيع الماضي في سبع وسبعين اجتماع محلي في أكثر من سبع وخمسين مدينة ودسكرة من مدن ليبيا وسيستفيد أيضا من اللقاءات العديدة التي قامت بها البعثة في مختلف أنحاء ليبيا ومزالت تقوم بها حتى الساعة وسيستفيد خصوصا من مئات الرسائل والاقتراحات والنصائح التي أتتنا من كل حدب وصوب من كل أنحاء ليبيا حول أفضل السبل لمعالجة الإنسلال السياسي في هذه البلاد لذلك نحن ذاهبون إلى هذا الملتقى مطمئنين إلى أن الأعمال التحضيرية له جرت في كل أنحاء البلاد وأن هناك لا أقول ألاف إنما عشرات الألاف من الليبيين قد عبروا عن أفكارهم واقتراحاتهم مباشرة بالالتقاء مع البعثة أو عبر المسار التشاوري الذي جرى في أنحاء البلاد في الربيع الماضي أو عبر الرسائل التي سلمت لنا باليد أو أتتنا بالبريد الإلكتروني إلى البعثة ولقد استفدنا كثيرا من هذا التواصل وأمل أن يكون الملتقى هو الخلاصة الواضحة لكل هذه العملية من التشاور ومن التفاهم بين مختلف الأطراف الليبية وأن يكون فاتحة لطريق جديدة تسير عليها البلاد نحو مزيد من الاستقرار ومزيد من البحبوحة الاقتصادية ومزيد من الشفافية في عمل الحكومة وقبل كل ذلك مزيد من التوحد في المؤسسات الرسمية القائمة في البلاد هذا